الإعلامية لتسليط الضوء هذه المرة على أوضاع الأسرة في سجون الاحتلال على الحراك المجتمعي الدولي إزاء هذه القضية على متابعات فلسطينية من قبل نادي الأسير الفلسطيني لأوضاع الأسرة ولارتفاع حالة ووتيرة الاعتقالات في صفوف المواطنين في كافة أنحاء الضفة الغربية معنا بالأستوديو ينضم إلى هذه المساحة الإذاعية للحديث عن موضوع الأسرة وأوضاع الأسرة بشكل عام داخل سجون الاحتلال مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة نابلس مظفر ذوقان أهلا ومرحبا بك وشكرا لقبول مجيئك للأستوديو أستاذ مظفر أسعد الله مساك أختي العزيزة والجميع مستمعين الكرام يعني عندما يتعلق الحديث عن الأسرة ربما تخون الكلمات قضية الأسرة منذ الأزل هي على سلم أولويات القضية الفلسطينية يعني يمكن الأسرة عم بعيشه ظروف جدا صعبة منذ السابع من أكتوبر لهون بلقاءاتنا وبحواراتنا وبوقفاتكم التضامنية وبالفعاليات اللي أنتو خطوها منذ السابع من أكتوبر لغاية اليوم إحنا كل يوم نسلط الضوء على قضية الأسرة ولكن يعني أنا دايما بقول أنه قضية الأسرة بحاجة لدعم شعبوي مجتمعي أكثر لا تطلع يمكن المنظمات الحقوقية على أوضاع الأسرة يتم تحريك هذه العجلة اللي واقفة ومتوقفة منذ السابع من أكتوبر أهال الأسرة بعانوا الأسرة داخل سجون الاحتلال بعانوا أبناء الأسرة بعانوا يمكن أيام زمان كنا بتليفون صغير الأسير داخل سجون الاحتلال يسمع صوت ابنه يسمع صوت أمه يسمع صوت زوجته أخته تحكي تطمنه ممكن تبعث له مرات أنه تزوج فلان خلف فلان كانت هاي الرسائل توصلنا من خارج من داخل السجون يعني بعد الأسير يطلع والإحنا دائما على إذاعة صوت النجاح كنا نسمع كنا نستنى في الدقيقة هذا البرنامج أديش هذا الإشي اختلف اختلفت كل الحياة بعد السابع من أكتوبر ولكن الأسرة تحديدا كمان اختلفت أوضاعه متابعاتكم أنت كنادي الأسير الفلسطيني لكل يعني ما يتطرق إليه السجان في سجون الاحتلال وما يقع على الأسير في سجون الاحتلال بطبيعة الحال يعني نتحدث عن السابع من أكتوبر هو يوم مفصل في تاريخ الشعب الفلسطيني وفي تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة لذلك الاحتلال الإسرائيلي عمد منذ اللحظة الأولى أن ينكل بالأسرة وأن يغير قواعد الانتهاك حتى في حقوق الأسرة يعني جرد الأسرة من كل مقتنياتهم الخاصة من كل حقوقهم التي أنجزوها من خلال عبر نضالات طويلة من خلال الإضربات المفتوحة عن الطعام وكان هذا يوم استثناء في تاريخ الحركة الأسيرة حتى في تاريخ الكيان الصهيوني والذي اعتبر بأنه وجهت له ضربة من قبل المقامة الفلسطيني لذلك حول حياة الأسرة إلى جحيم يعني بما معنى اليوم يعني هناك ومع تاريخ هذا اليوم منذ السابع مكتوب لتاريخ يومنا هذا اليوم نتحدث عن قرابة 11 ألف مواطن فلسطيني تعرضوا الاعتقال وهذه الإحصائية تشمل الأطفال والنساء والشيوخ والأكاديميين وكل من يفكر فيه الهم الوطني لذلك يعني الكل مستهدف وأيضا يحول غالبية الأسرة إلى الاعتقال الإداري يعني دون تهمة ودون أن تحدد مدة المحاكمة لذلك الاحتلال الإسرائيلي عامض أيضا من خلال إجراءاته التنكلية سياسة التجويع يعني نرى الكثير من الأسرة الذين يفرج عنهم دخلوا بشكل وخرجوا بشكل آخر الجسد نحيل فقد من وزنه على سبيل المثال 50 كيلو جرام من وزن سياسة التجويع هي سياسة الموت البطيء بما يخص الحركة الأسيرة وعندما نسمع أو يسمع العالم مزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وهو كيان معترف فيه دوليا يخرجون ويصرحون بأنهم يعني ينكلون بالأسرة ويمارسون الإبادة الجامعية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والفيديوهات التي طلعت أيضا من السجون الاحتلال والفيديوهات التي تعمد الاحتلال تسريبها هو تعمد لبثها للشارع الفلسطيني هو يحاول أن يحبط الشارع الفلسطيني أن يردع الشارع الفلسطيني ويخوف الشارع الفلسطيني هي بما معنى أن يوجه رسالة إحباط لكل أبناء شعبنا الفلسطيني بأن كل من يفكر في النضال المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي سيكون مصير هؤلاء الأبطال الذين رأيناهم من خلال هذه الفيديوهات في ساحات ومعتقلات وتحديدا في السجن مجد كيف الجنود الصهين وقوات القمع جعلت الأسرة على بطونهم مستلقين وأيضا الكلاب البلوسية تلف حول الأسرة بطريقة مذلة جدا هذا فيديو تم تسريبه ولكن هناك مشاهد لم نشاهدها من خلال الفيديوهات ولكن هي مورسة أبشع الجرائم بحق الحركة الأسيرة والاحتلال منذ السابع من أكتوبر أقام معسكر سيديتيمان أقصى جنوب فلسطين وتحديدا لينكل بأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة هناك حتى الأسرة من أبناء قطاع غزة لا توجد أي إحصائية عن أعدادهم أو حتى عن الذين ارتقوا شهداء على يد قوات القمع بطريقة مذلة ووحشية حتى محامي هيئة شون الأسرة ونادي الأسير يعني سمعوا شهادات حية من بعض الأسرة الذين تم نقلهم من معسكر سيديتيمان إلى سجن عوفر وتحدثوا عن شهادات مؤلمة كيف تعرض لها الأسرة أو حتى كيف تم نقلهم من معسكر سيديتيمان إلى سجن عوفر عراء ومكبلي الأيدي والأقدام وتم تكسير أطرافهم أو القفص الصدري وتعرضوا للضرب وتكسير الأسنان وأيضا يعني بطريقة مذلة يعني وتحديدا يتعرض أبناء قطاع غزة للضرب المبرح وأصبح لدى الاحتلال يعني أنه ليس حدثا عابر ولكن أصبح روتينا يوميا يتعرض له تحديدا أسرة قطاع غزة بالضرب المبرح وتكسير الأيدي ولذلك حتى الاحتلال الصهيوني في ظل الصمت المؤسسات الدولية وهذا الصمت يعني شجع الاحتلال أن يعظم من جرائمه وأن يبتكر وسائل حاطة بالكرامة الإنسانية بما يخص أبناء شعبنا الفلسطيني إن كان أسير أو أسيرة بحكم أن الاحتلال لا يميز يعني ما بين المرأة الفلسطينية وبين الرجل الفلسطيني أو الطفل الفلسطيني الذي هو يعني بالطبيعي جدا أن يكون هذا الطفل القاصر يعني يعيش في أحضان والده ويعيش كبقية أطفال هذا العالم لذلك حتى الاحتلال الإسرائيلي يضع في صلب يعني اهتمام واستهداف الطفولة الفلسطينية ويوميا نسمع شهادات حية وكيف ينكل حتى بالأسيرات الغرف يعني لا توجد حتى يعني مقتنية خاصة حتى المراوع في ظل الصيف والأجواء الحارة يعني هناك يعني زنزين يعني تفتقر لأدنى مقومات حتى الأجهزة الكهربية المراوع إلى غيره لتخفف وطأة الحر على الأسرة وأيضا يعني حتى بطبيعة الملابس لا تدخل ملابس للأسرة منذ السابع من أكتوبر يعني هناك أسرة تقلوا منذ أشهر ولا زالت نفس الملابس التي يرتدونها وأيضا يمنع يعني منظمة الصليب الأحمر الدولي من دخول السجون بقرار من حكومة اليمين المتطرف لذلك حتى الصليب الأحمر الدولي والذي هو يعني كان هو حلقة الوصل ما بين أهالي الأسرة وبين أبنائهم وكانوا ينظم الزيارات من خلال حافلات تؤمنها هيئة الصليب الأحمر الدولي منع منذ السابع من أكتوبر أن يدخلوا السجون ولكن نحن نتطلع إلى دور أكبر لمنظمة دولية حقوقية إنسانية بأنها ترفع الظلم عن أسران البواسة ولكن يعتمد سياسة الحياد في مسألة التعامل ما بين كي نصل إلى النقطة التي ذكرتها أستاذ مظفر فلسطينيا ماذا يجب علينا أن نعمل كمؤسسات كأفراد نحن عايشين الحالة الوطنية وعم نقول أنه فقط هي المنظمات الدولية والحقوقية تندد وتقول أنه هذا غير مقبول وهذا غير مسموح والأسرة يعانون والأسرة ينكل بهم ولكن التنديدات هي فقط كلام وللأسف هي بروباغندا إعلامية تقوم بها هذه المنظمات فلسطينيا كي يتم تحريك هذه العجلة عجلة المنظمات الدولية الحقوقية إنها تضغط على دولة الاحتلال تضغط على الولايات المتحدة بسماح ربما لبعض الزيارات للصليب الأحمر لسماح بتخفيف هذه الإجراءات التنكيلية بحق الأسرة إدخال الملابس، إدخال الكنتينة كما عهدنا سابقا وخلال سنوات الأسرة كان هناك إدخال للملابس، للمستلزمات، زيارات بشكل دوري للأهالي رغم كل المعيقات ولكن كانت إجراءات نوعا ما تسمح للأهالي بزيارة أبنائهم الاحتلال الإسرائيلي استغل صمت المؤسسات الحقوقية والإنسانية وعدم أن تعلن هذه المنظمات بأنها تقيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأن تشكل ضاغط على الاحتلال أن يكف أيديه القدر عن أسران وأبطالنا في السجون شجع الاحتلال المضي قدما في إجراءات التنكيلية بحق الأسرة لذلك لا نسمع لهم أي صوت أو حتى أن يعلنوا بأنهم ممنوعون كمنظمة الصليب الأحمر الدول بأنهم ممنوعون من قبل الاحتلال أقل ما يمكن أن تصدر موقفا للرأي العام الفلسطيني تحديدا هي ترفض أيضا الظهور على وسائل الإعلام سواء الفلسطينية أو الدولية وضع الصليب الأحمر أصبح وضعيتهم خجولي ووضعيتهم غير أصبح ثقة هذه المنظمة بنظر الشعب الفلسطيني ضعفت بشكل كبير على اعتبار أنها مؤسسة دولية غير ضاغطة على الاحتلال ودائما في زيارة كنا ننظمها مع هذه المؤسسة الدولية إن كان عمصة ومحافظة نابس كانوا يقولون أن نحن في سياسة الصليب الأحمر الدولي نتعمد يعني نعتمد سياسة الحياد ولكن بمنظور الشعب الفلسطيني دائما كنا نتطلع لأي منظمة دولية حقوقية إنسانية أن تخفف الظلم على الشعب الفلسطيني وإجراءات التنكيل أن ترفع عن أسرانا الأبطال لذلك هذا الحياد ينصف الجلاد على حساب الضحي وضحيهم أبناء شعبنا الفلسطيني في سجون الاحتلال أسيراتنا أطفالنا نساءنا شيوخنا ولزال الشعب الفلسطيني أيضا يتعرض لخذلان عربي وإسلامي ويدبح على مسمع ومرأة هذا العالم دون أن يحركوا ساكننا نعم هناك أصوات حرة في هذا العالم تنتصر لعدالة قضيتنا الفلسطينية حتى في قلب أمريكا الدعم الرئيسي والحصر لاحتلال الإسرائيلي هناك نرى طلاب الجامعات ينتصروا لعدالة القضية الفلسطينية أو في الجامعات الأوروبية اليوم هناك حراك كبير أكثر من أن نشاهد هذا الحراك في أبناء جلدتنا من أمتنا العربية والإسلامية لذلك قضيتنا أولا وأخيرا هي قضية عادلة لا يمكن أن يمحوها الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية التي لا تألو جهدا في سبيل العمل على تدويل قضية الأسر ومحاكمة هؤلاء المجرمين إن كان في محكمة العادل الدولية أو في محكمة الجنات الدولية هذا حق مشروع للشعب الفلسطيني وهناك نضال سياسي كبير ينتمثل باعتماد مقعد دائم لفلسطين في الجامعية العامة والممتحدة وهذا انتصار سياسي حققته القيادة الفلسطينية بخلال نضالات سياسية وكما قال الشهيد صلاح خلف رحمه الله قال من حقنا أن نغزو الشرعية الدولية كما هذا الاحتلال شرع من قبل هذه المؤسسات أو من قبل الجمعية الأمم المتحدة واعترفت بأن يكون هناك كيان هذا القرار القرار 181 هو ذات القرار اعتمد أن تكون هناك دولة فلسطينية إلى جانب الكيان الإسرائيلي لذلك العالم تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني والتي وثقت بقرارة أممية وأعطى هذا الاحتلال كيان على حساب أصحاب الأرض الأصلين لذلك هناك حراك دبلوماسي هناك نضال في الساحة الفلسطينية هناك يعني ولكن نحن نعول على الشعب الفلسطيني يعني على قاعدة ما بحرص الأرض إلا عجولها يعني إحنا قبل أن ننتظر من أمتنا العربية والإسلامية وحتى الدول الغربية يجب أن نتطلع بأننا شعب نراهن على إرادتنا وعلى ذاتنا أن ننتصر لهؤلاء الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيل الأصل أن تكون مشاركات الشعبية كبيرة وكبيرة جدا الأصر اليوم يتعرضون لإبادة من قبل هذا الاحتلال كما شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة أقل ما يمكن لمسة وفاء لهؤلاء الأحرار الذين يدفعون زهرات شبابهم من أجل فلسطين ومن أجل حرية فلسطين وليس من أجل أبنائهم أو أسرهم يعني قدموا أعمارهم من أجل الشعب الفلسطيني صحيح قبل الانتقال إلى يمكن أقصى الشهادات اللي سمعتوها وأخيرا الحراك المجتمعي أستاذ مظفر دعونا ننتقل إلى هذا التقرير الذي أعده لنا زميل بكر دراغمي في حصيلة لآخر أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر نستمع سويا بلغت حصيلة اعتقالات قوات الاحتلال في الضفة بما فيها الكدس منذ السابع من أكتوبر أكثر من 10800 مواطن حصيلة الاعتقالات في صفوف الأطفال وصلت إلى 735 طفلا والنساء إلى 410 أما عن اعتقال الصحفيين فقد بلغ عدد حالات الاعتقالات بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة إلى 108 صحفية وصحفية تبقى منهم رهن الاعتقال 59 صحفيا من بينهم 7 صحفيات و22 صحفيا من غزة على الأقل ممن تم التأكد من هوياتهم ومن بين الصحفيين 14 رهن الاعتقال الإداري أما عن عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة فقد بلغت أكثر من 8872 أمر اعتقال ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد منها أوامر بحق أطفال ونساء يرافق حملات الاعتقال المستمرة جرائم وانتهاكات متصاعدة منها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقالين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسع في منازل المواطنين ومصادرة المركبات والأموال ومصاغ الذهب إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البنى التحتية تحديدا في مخيمات طول كرم وجنين ومخيمها وهدم منازل تعود لعائلات أسرى واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهاء إضافة إلى استخدام معتقالين دروعا بشرية استشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر ما لا يقل عن أربعة وعشرين أسيرا من من تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم بالإضافة إلى العشرات من معتقالي غزة الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يصح الاحتلال عن هوياتهم وضوروا في استشهادهم إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات عدام ميدانية يذكر أن اثنين وعشرين أسيرا ممن استشهدوا وعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهما ومن بين ثلاثة وثلاثين أسيرا من الشهداء يواصل الاحتلال واحتجاز جثامينهم ممن تم الإعلان عن هوياتهم هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة علما أن الاحتلال اعترف أنه اعتقل أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة مواطن من غزة أفرج عن المئات منهم مع الإشارة إلى أن الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضفة بهدف العلاج إذن كان هذا تقرير لزميل بكر دراغمي صلة الضوء على عدد الأسراء المعتقلين داخل سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر نعود إلى ضيفنا الكريم في الأستوديو الأستاذ مظفر ذوقان للحديث عن أقصى القصص التي سمعتموها أنتم من متابعاتكم يعني على مدار العام كنتم تتابعون قصص الأسراء فور خروجه من سجون الاحتلال يعني كاميرات وعدسات الصحافة هي توثق الشكل الخارجي للأسير تعبوا جسموا المنهك كلنا كنا نلاحظ أحيانا كانوا يعانوا من صدمات نفسية ما يقدروا يتواصلوا مع اللي حواليهم مع المستقبلين لإلهم ولكن يمكن في قصص ما بيحبوا الأسراء أنهم يطلعوا يحكوها على الإعلام كونها بتخص رجولتهم بتخص شكلهم وشخصيتهم أمام الناس أمام أحبابهم يمكن أحيانا أسراء أنا بعرف أنه ما بيحكوا لأقرب الناس إلهم شو صار معاهم عشان هي ما تنهز الصورة وهذا إشي طبيعي أستاذ مظفر فإيش بيحكينا عن هذا الجانب الإنساني اللي بيخص أقصى القصص يمكن أنتوا كجهات مسؤولة ممكن المواطن والأسير المحرر يفضفد لهذه الجهات كنوع من التوثيق ما تخيل منذ ثلاث أيام تم الإفراج عن الأسير يوسف الشمالي من مخيم بلطة نعم واحد عشرين عام في سجل الاحتلال هو كان المفروض يكون معنا قبل قليل تم الاتصال به ولكن للأسف هو وضع الصحي يعني جسده نحيل ومريض ومرحق ومتعب وأيضا زرنا الأسير محرر عبدالسلام الشتيه أبو غريب من قرية سالم يعني أنضى قرابة عامين ولكن القضية مش بتعداد السنوات ونحن نقدر نضالات هؤلاء الأبطال ولكن يعني يوسف الشمالي قال بأن عشرين عام مضت ليست كآخر عام أنضافي سجل الاحتلال يعني عام مختلف عام مليء بالعذابات وبالشهادات التي رأها يوسف وهو جزء من الشهادة الحية التي شاهدت ظلم الاحتلال وتنكيل الاحتلال بالأسرة ولكن سمعنا منه ومن الأخ عبدالسلام كيف نكل الاحتلال بالأسير ثائرة بعصب من محافظة قلقيدي يعني ما بعد السابع من أكتوبر دخل قوات القمع إلى أحد الأقسام في سجن النقب وكل يعني قضية أو مشكلة هذا الأسير بنظر الاحتلال بأنه سأل أحد السجنين هل هناك يعني وقف إطلاق النار في قطاع غزة انتظر قليلا هذا السجان ورجع بقوات قمع وانهالت على الأسرة بشكل وحشي أنا بعرف أنه هذا الاشي يمكن بأثر عليك أستاذ مظفر يعني كونك أنت دائما معهم وبتسمع قصصهم فهذا الاشي مؤثر عليك بشكل خاص تحكي شو حابب تحكي أنا آسفة أني طرحت هذا السؤال أنا شايفي حزن ودموع في عيونك أنا بقدر هذا الاشي جدا لأنك كونك أنت يعني كنت في اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرة وإنت إلك باع طويل في هذا الموضوع ولكن يجب يجب تسليط الضوء على هذا الموضوع احنا كثير كمان شهدنا لقصص إنسانية يعني يندلها الجميل أحيانا كانوا يخجلوا أنهم يحكونا إياها على الكاميرات لهيك أنا طرحت السؤال عليك أنا آسفة كمان مرة وهم يعني أسيره هم وطني وبهم كل إنسان مناضل فلسطيني أو مواطن فلسطيني فالأسير ثائر بعصب إنهالوا عليه بالضربة ارتقى شهيدا على يد قوات الاحتلال أمام رفاق القيد في السجن يعني مع صبق الإصرار والترصد عذب وقتل على يد السجنين وأنا سمعت الأسير عبدالسلام اشتيه وتحدث يعني بطريقة بسيطة جدا يعني قال أنا يعني في سبيل أن يرفع الظلم عن أبناء شعبي في السجون خلينا نرتاح شوي يعني أنا بقدر دائما تحياتنا لأهالي الأسرة تحياتنا لأمهات الأسرة لزوجات الأسرة احنا بصدد الحديث عن هذا الموضوع لزيادة البعاء المجتمعي بقضية الأسرة ليس فقط كمان عشان ننثير قلق أمهات الأسرة أنا دائما بقولهم أمهات الأسرة وزوجاتهم وأبنائهم هما على راسنا كلياتنا ويجب التقدير والاحترام وأنا لما بنزل على الفعاليات اللي داعي من الأسرة وبشوف أم الأسير كيف حاملة صورة ابنها ووقفة في هاي الوقفات من كلها مشاعر احترام مشاعر حزن مشاعر تقدير لأنه هي رغم وجاعة يمكن الشهيد الواحد عارف أنه استشهد وارتقى إلى ربه وإلى جناته النعيم ولكن الأسير تبقى دائما هناك يعني يمكن بارقة أمل لما بنسمع أم الأسرة أنا بس بدي أشوفه يعني إحنا بالعيد حاولنا أنه نتصل على مجموعة من أمهات الأسرة أقولها شو أميتك يعني هو عيد رب العالمين يعني فرضوا علينا إحنا بحالة إنسانية صعبة بحالة وطنية صعبة بتقول لي أنا بس بتمنى أشوفه بتمنى أمسك إيده بتمنى أشم ريحته كل هاي المشاعر لما بتطلع من أمهات الأسرة من زوجات الأسرة من أبناء الأسرة اللي كانوا دائما يتصلوا ويحكوا على الإذاعة هي مشاعر مختلفة جدا ولا حدا رح يقدر يحس فيها غير اللي تحتك بموضوع الأسرة وغير اللي سمع وشاف ألمهم وحسرتهم سواء خرج السجون أو منهم داخل السجون اللي كل يوم بتحسروا أنه أولادهم بكبروا بعيد عنهم أمهاتهم يمكن توفت وأباءهم توفوا وهم ما حتى ودعوهم داخل السجون عدا عن هاي الإجراءات التنكيلية يعني بترك الختام إليك أستاذ مظفر أنا بدي أكمل بنصف العبد السلام قال أنا لو بقدم أولادي شهداء في سبيل أنه تتوقف كل حياة الجحيمة اللي بعيش فيها الأسرة يعني هو بقول أنا انولدت من جديد على اللي شفته في السجن يعني أنا إنسان جديد يعني بعيش بينكم أنا بدي أحكي عن أمهات الأسرة بحكم أنه تمنع الزيارات من قبل الاحتلال ويمنع منظمة الصليب الأحمر الدول أيضا أن تدخل السجون يعني كان اليوم كل طموح هذه الأم أو الزوجة أو الإبن أو الإبنة فقط أن يسمع صوت هذا الأسير أو أن تؤمن زيارة من خلال محامي يوصل سلام الأهل ومن ثم الأسير يوصل سلاماته للأهل أن نطمنهم عن أحواله وعن وضعه الصحي يعني أصبح هذا الأمل البسيط المتواضع ولكن إحنا أملنا كبيره بحرية أسرانا وتحرر أسرانا وإحنا اليوم إحنا مش يعني مش كثير سعيدين إنه والله يوسف الشمال قضى 21 سنة أو كريم يونس قضى 40 سنة أو مهر يونس 40 سنة ولسه بننتظر حرية نائل البرغوثي 44 عام في سجون الاحتلال بشكل تراكمي والكثير من أسرى أو بننتظر وليد دقة 38 عام وبرتقي شهيد في سجون الاحتلال ومن ثم يتم احتجاز زثمانه بطريقة قدرة وحشية من كبير الاحتلال الإسرائيلي إحنا أملنا أن أسرانا روحهم محررين وليس مفرج عنهم وهذا حق الشعب الفلسطيني على كل مناضل فلسطيني على فصائل المقاومة الفلسطينية أن يخرج أسرانا محررين مكاللين بأكاليل الغار هذا هو أمل الشعب الفلسطيني ولكن مش طموحي أنا أنتظر وعد سنوات لهؤلاء الأبطال ولكن حق على المقاومة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني أن يخرج أسرانا أبطال محررين رغما عن أن في الاحتلال أنا أشكر وجودك أستاذ مضفر ذوقان معنا كنت ضيف في هذه الحلقة اللي صلتنا فيها ضوء على قضية الأسرة ومنتمنى إن شاء الله أنه يفرج عنهم ويخرجوا بحريتهم رافعي رؤوسهم إن شاء الله ننعم بهذه اللحظة التاريخية اللي إن شاء الله رح نعيش دائما أملنا برب العالمين الكبير شكرا لحضورك بالستوديوهات إذاعة صوت النجاح كان معنا في هذه الحلقة الأستاذ مضفر ذوقان مدير نادي الأسير الفلسطيني شكرا جزيلا لك وشكرا لكم أعزائنا على حسن الإصغاء والمتابعة ترجمة نانسي قنقر